نكمل الحديث مع فضيلة الشيخ أصام عن الإسراء والمعراج ولكن اليوم مختلف عن الأمس ونتحدث عن علاقة المسجد الأقصى برحلة الإسراء والمعراج هل هناك علاقة بين المسجد الأقصى وفلسطين بالإسراء والمعراج أم ليس هناك علاقة هذا ما سنفهمه مع فضيلة الشيخ أصام تلم فضيلة الشيخ أصام تحدثنا بالأمس عن الإسراء والمعراج وتحدثنا في بعض الدروس المستفادة من هذه الرحلة ولكن الكل يسأل هل هناك علاقة بين المسجد الأقصى وفلسطين برحلة الإسرائي والمعراج أم لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سن رسول الله وعلى آله وصحبه الله وبعد حقيقة يعني أن رحلة الإسرائي والمعراج لها علاقة وثيقة بالقدس والمسجد الأقصى لأن أولا هو ذكر في الرحلة في قول تعالى في مطلع سورة الإسراء أو الإسم الآخر لها سورة بني إسرائيل سبحانه الذي أصر بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بركنا حوله لنريه من آياتين أنه السميع البصير نعم الآية تتحدث عن هذه الرحلة وكانت يمكن أن تكون الرحلة من الكعبة بيت الحرام إلى السماوات العلا مباشرة أما أن تكون الرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فهنا عدة دروس مهمة أولا أهمية المساجد في الإسلام أثنين ارتباط هذان المقدسان أو ارتباطه المقدسين بالحرمين الشريفين حرم المكي والحرم القدس ارتباطهم ببعض ارتباطا وثيقا كبيرا ده أيضا دلالة على هذه الأمي أن مكانة المسجد الحرام لا تقل في النفوس والقلوب عن المسجد الأقصى ووقف كما عبر بذلك السلطان عبد الحميد الثاني حينما أراد تيدور هرتزل وأسس الحركة الصهيونية ومعه بعض الصهيونة حينما عرضوا عليه تسديد ديول لخلافة العثمانية أو الأميراتورية العثمانية إضافة إلى مبلغ خاص يوضع في خزينته وحسابه الخاص فأبى ورفض وقال إن فلسطين ليست ملكا لي حتى أبيعا إنما هي وقف وملك للمسلمين جميعا نعم هذه الملكية وضحت في ليلة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس إماما في هذا المسجد بمن؟ بالأنبياء والمرسلين نعم لماذا قدم للصلاة؟ قدم لأنه هذه دلالة على انتقال الأمانة قال العلماء انتقال الأمانة أي الرسالة من هؤلاء الأنبياء إلى خاتم الرسالات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم المدلول الآخر الذي أفهمه لأننا في فقهنا الإسلامي عندنا قاعدة وحديث لا يؤمر رجل في بيته إلا بإذنه نعم قدمه الأنبياء لأنه الإمام والإمام لأنه صاحب البيت صاحب الدار ولذلك ارتبطت هذه المقدسات الثلاثة ارتباطا وثيقة من بعضهم المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وأولهم بناء كما في الحديث المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى وما بينهما أربعون عاما الشيط في ذلك أن المسجد الأقصى وفلسطين لأن الآية قالت الذي باركنا حوله ما حوله؟ حوله تتسع الدائرة إلى كل المقدسات وإلى معظم هذه الأرض هذه الليلة بيّنت بوضوح قيمة أهمية المسجد الأقصى في عقيدة المسلمين وفي اعتقادهم نعم ثم في هذه الليلة في المعراج فرضت الصلاة خمسين صلاة في اليوم والليلة فمر النبوس عليه السلام في عودتي على موسى عليه السلام فقال ماذا افترض عليك ربك؟ قال خمسين صلاة قال هذا كثير لقد اختبرت بالناس قبلك ولا يطيقوا ما يطقوش فرجع وعاد ورجع وعاد إلى أن أصبحت خمس صلوات نعم وقال إني أستحي من ربي فهي خمس في الأداء وخمسين في الأجر نعم الشاهد هنا بعد النزول إلى الأرض وأداء الصلاة التي فرضت أين اتجه المسلمون في قبلتهم؟ من شروط صحة الصلاة التوجه إلى القبلة صح؟ رازبور تمام ماذا كانت قبلة المسلمين؟ إلى سنة اتنين هجرية حوالي خمس سنوات مثلا كانت إيه؟ إلى المسجد الأقصى دلالة على هذه المكانة ولذلك يعني كان بصلاة محبا في المسجد الحرام يجعل المسجد الحرام بين وبين المسجد الأخطى يعني توقا إليه ومع ذلك أداء لتكليف الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن ولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام لكن الشيخ سيد قطب يرى أن القبلة كانت أولا إلى الكعبة ثم إلى المسجد الأقصى ثم إلى الكعبة نمر بمراحل ثلاثة والفقاء بعض من العلماء يقول أنه مر بمرحلتين اثنتين بغض النظر في النهاية كانت القبلة التي اتجه إلهي المسلمون في عدد من الأيام والشهور والسنوات هي المسجد الأقصى دلال على مكانة المكان التجه لقبل المكان إذا لم يكن له قيمة فهنا هذه المواقف والمشاهد تدل بقوة على مكانة وأهمية المسجد الأقصى وفلسطين عند المسلمين وفي شعورهم وفي ضميرهم تمام